اشتركوا في القناة معرفي مراجعة لمضامين المسألة وهدف أسلوب كيفية الكتابة عبر تدريبكم وتقديم نموذج مكتوب لكم إذن التمرين الأول يقتضي الفعل الخير يقتضي الفعل الخير مقاومة الأهواء ما تنجمش فعلك يكون خير إلا ما تتجاوز الأهواء إذا كان مش تحفي الغريزة وفي الأهواء والميولات واللي فعلك شرير اكشف عن إحدى ضمنيات ضمنيات مكتوبة غالطة ضمنيات هذا القول شنيه الضمنيات تو دربنا علىها في كل مرة في المساء الكل ضمنيات هي ما يختفي ما لم يقل ما يتوارع الغير معلن مش تفسرنها لتقال شنو مخب يراه يطالب التلميذ بالكشف عن قيمة هذا القول وذلك بأن يبرز مثلا يتأسس الفعل الخير على العقل ومدامه يتأسس على العقل ما لهو يتجاوز الأهواء شو شو مخب يراه لا خير إلا بالعقل مخب يراه العقل اثنين يتعارض الخير كقيمة أخلاقية مع السلوك الناتج عن الأهواء والرغبات أي فعل نبع من الأهواء ومن الرغبات ومن الغرائز هو فعل ضد القيمة الأخلاقية تنتجو أو تنتجو 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 الأهواء أفعالا الأخلاقية نسبية يعني كم اشتبع الغريزة متاعك كم اشتبع مصلحتك كم اشتبع منفعتك كم اشتبع تحقيق النتائج تولي طوى تصلك بطريقة غدوة بطريقة ويولي سلوكك نسبي على خطر طوى مصلحتك مع صابر بعد شوية مصلحتك مع سليم بعد ومصلحتك مع علي بن صالح بن خليفة ما لا شيء يولي تولي أخلاقك نسبية ومتغيرة وينتجو وينتجو العقل قيما أخلاقية كلية ومطلقة ما لا الأهواء اشتعطيك الأهواء تعطيك النسبي الأهواء تعطيك المتغير الغرائز اشتعطيك طوى حب فلان غدوة حب فلتان العقل لا العقل يعطيك أخلاقية كلية ومطلقة وثابتة وكونية شنو مخبية وراها يقتضي الفعل الخير ومقاومة الأهواء مخبية تميز ومقارنة بين أفعال تنبع من الأهواء وأفعال تنبع من العقل أي ضرورة الفصل بين الغرائز والعقل ما ينبع من الغرائزي نسبي ما ينبع من الغرائز نسبي وما ينبع من العقل كلي ومطلق وكوني ثم الأهواء تفرقنا والحال أن الخير يطلب أن يوحدنا أحنا نحب أن نتوحده والأهواء والغرائز تفرقنا دخلنا نتعاركه دخلنا نتصارعه دخلنا نشتهي دخلنا نغلطه توقعنا في الأخطاء والرذيلة في حين أن العقل والفعل الأخلاقي الخير هو ما يسعى إلى توحيدنا المسلمة الضمنية هي ما يختفي وقولنا يقتضي الفعل الأخلاقي الخير مقاومة الأهواء يخبي وراه تعويل على العقل ثنين القيمة الأخلاقية لا تنتج عن الأهواء ثلاثة تميز بين الأهواء والعقل وافتراض أن الأهواء تخرج لك النسبي في حين أن العقل يخرج لك المطلق والتفريق بين ما يفرقنا وما يوحدنا ما يفرقنا هو الخير والعكس ما يفرقنا هو الغريزة نصلحها الغريزة وما يوحدنا هو الخير والعقل هذا المخبي وراه الكلام منهجين زدنا دربنا على الضمنيات معرفياً زدنا فهمنا أن الأخلاق تقوم على العقل كي تكون خيرة وترفض الغريزة وأسلوبياً هاوك عندك الأسلوب باش تحكيه التمرين الثاني التمرين الثاني لا شيء يمكن أن يكون حسناً بالنسبة لي إن لم يكن حسناً بالنسبة للجميع إن لم يكن حسناً بالنسبة للجميع قدم حجة تثبت بها وجهة هذا القول قال لك الحاجة الباهية عندي هي باهية عند الناس الكل لماذا؟ خاطر العقل كل وكوني والبشرية تلتقي فيما هو سليم وكل ما هو مجال تناقض واختلاف لا يبدو لي كما يبدو للآخرين وبالتالي البشرية موحدة في الحاجات الباهية والخيرة والعقلاني أعطينا حجة على حكاية هذه يطالب التلميذ بتقديم حجة يبرهن بها على هذا القول يبرهن بها على هذا القول وذلك وفق أنت ما تكتبش في الدفوار وفق أحدى الإمكانيات تكتب لكي نبرهن على الإقرار بأن ونبدأ من هنا الخير الحقيقي هو الذي يطلب تحقيق المنفعة لكل المجموعة خاطر إذا كانت استفيد كان أنت تقول لي اسمه أناني بما يساعد على دعم تماسكهم معناها المصلحة العامة وتحقيق الخير للجميع هذا يحفظ على تماسك المجموعة هذا كعليش ما يكون حسنا بالنسبة لي هو حسن بالنسبة للجميع الفعل الحسن هو الذي يقلس من مجال النزعة الفردية كل ما هو فردي شرير وأي حرب تسير راول أفراد يحبوا لوجه كم مصلحته وإذا كان فما عنف على خاطر فما فردانية وإذا كان فما كذب وإذا كان فما كسل وإذا كان فما جبن وإذا كان فما تخاذل راهوا فما فردية هي التي صنعت الأشياء السيئة ديما النزعة الفردية هي لتهز للقبح والنزعة الجماعية هي لتهز إلى الخير الفعل الحسن هو الذي يقلس من مجال النزعة الفردية ويدعم التواصل بين المجموعة هذه الحجة الثانية الحجة الثالث يجب أن يدافع الفرد عن مصلحة المجتمع وكيدافع على مصلحة المجتمع وكيدافع على مصلحته لأن لا مصلحة للأفراد خالج مصلحة المجموعة وكأنها مصلحته لأنه جزء من المجتمع وعنصر من العناصر التي تكونه تسمح هذه القاعدة الأخلاقية بتحقيق الخير العام والمشترك الذي يتقاسمه الجميع وهو ما يقرب بينهم ما لقل قدم حجة على أن الحاجة الباهية لي هي باهية للناس الكل والباهية لي هو باهية للناس الكل على خاطر الحجة الأولى المنفعة العامة هي منفعة الفردية وما فهمش منفعة فردية خارج المصلحة العامة اثنين الفعل الحسن هو ما يتجاوز الفردي ثلاثة مصلحة المجتمع هي مصلحتي أربعة الخير العام والمشترك هو ما يتقاسمه الجميع هذه ربحناها وصلوا بين زيدقرة تمرين ثالث التمرين الثالث الواجب الاخلاقي هو ضرورة القيام بفعل عن احترام القانون كل فعل أخلاقي يحترم الوجب لذات الوجب ويحترم القانون راه فعل أخلاقي ما لا يحترم القانون الأخلاقي هو فعل فاسد ثمن كنت راسي غد ثمن أعطي الحاجات الباهية ثمن يعطي أمدح أمدح يطالب التلميذ بالكشف عن قيمة هذا القول بين الحاجات الباهية فيه وذلك بأن يبرز إحدى الإمكانيات التالية الفعل الأخلاقي الحقيقي هو الذي ينطلق من الواجب احترموا الواجب لذات الواجب دون انتظار أي نتيجة أو غاية أو تبانيس أو خوف أو طمعة كان ريت واحد يسلك متربي خاطر خواف ما يجيش متربي طمعة في حاجة ما يجيش متربي يحب يحقق نتيجة ما يجيش متربي ينبع من هو غارزي ما يكونش متربي ينبع من رغبة شخصية وفردية ما هوش متربي الفعل الأخلاقي هو الذي يحترموا الواجب ويتطابقوا مع القانون الفعل الأخلاقي هو النابع من الأوامر القطعية كانت هنا كانت كيب بغل رأو تحصها فكار كانت قطعية يقطع مع النتيجة ويقطع مع المنفع ويحترموا الواجب لذات الواجب لأن الفعل الأخلاقي يقاس بمبادئه ولا يقاس بنتائجه إذ يميز كانت بين الأمر الأخلاقي الشرطي الفعل الذي يصور لنا الفعل على أنه ضروري وهو يهدف لغاية وتحقيق نتيجة أما الأمر الأخلاقي القطعي القطعي مش القطعي الذي يهدف إلى احترام الواجب لذات الواجب دون انتظار أي نتيجة لأن الأخلاق تطلب في ذاتها ولذاتها الخذوع للقانون الأخلاقي هو الخذوع لما يؤسسه العقل خطر كي تخذع للأخلاق تخذع للعقل خطر العقل هو لأسس الأخلاق وتشرع الإرادة لنفسها إذن يتجاوز هذا القول الأوامر الأخلاقية الشرطية مش الشرطية كأفعال تطلب هدفا هذو ما المفاسيد أو غاية أو منفعة ولا يتحقق إلا بشرط إذن الواجب الأخلاق هو احترام الواجب واحترام القانون والقطع مع الأخلاق الشرطية التي ترتبط بالنتيجة هنا ثمننا العقل كأساس للأخلاق وبينا قيمة العقل كعقل كلي وكوني وكعقل يؤدي إلى التزام وليس إلى خضوع أو خوف أو طمع وبذلك نكون قد أسسنا لأخلاقية تحترم القانون وتحترم الواجب هذه دلالة ثمن وهنا رجعنا الفعل الأخلاقي الخير عند كانت وأسلوبيا زيدقرة التمرين الرابع التمرين الرابع ماذا نعني حينما نقول يجب على الكائن العقل أن يعد نفسه دائما مشرعا في مملكة الغاية عندك مملكة هي مملكة الضرورة الإنسان ينتمي إلى مملكة الضرورة والحتمية يعني يشبه للحيوان خاضع لقوانين يأكل يشرب يضعف يبص عاد أحيانا يرقد يتناسل هذيك تتسمى مملكة الضرورة والحتمية يعني خاضع كيفك الحيوان يزمك ترقد يزمك تاكل يزمك تشرب تمرض إلى آخر مش غادي إنسانيتك غادي كيفك كل حيوان وين تولي إنسان أنت وقتا لا تدخل مملكة الغايات فيما تطمح إليه من حرية في أنك تتجاوز الجوع على خاطر عندك طوى هدف في أنك ما ترقدش الليلة على خاطر تحذر في حاجة ضرورية في أنك تقوم بكري مش خاطر اللي بغل يصبح راقد أنت تصبح راقد اللي بغل كيجوع يمشيت الإنسان ينجم يجوع ويأجل الماكلة الحيوان كيحب يتناسي لينجز على الأنثى متاعه الإنسان لا كيحب يتناسي ليأجل العملية لأنه يعطاها معنى أخلاقي ويعطاها بعد غائي ويحطها في إطارها القانوني وفي إطارها الإنساني والاجتماعي هذاك علاش الإنسان العاقل هو الذي يعد نفسه دائماً مشرعاً هو اللي يحط في القوانين وفق غايات فيتجاوز غرائزه ويتجاوز الحيوانية متاعه تصرف كما لو أن إرادتك ستصبح قانوناً عاماً لكل الناس كنك أنت تحط في القوانين للبشرية الكل والبشرية الكل مش تبعك وقتها معاش تغلط وتتحول بذلك من مملكة الضرورة والحتمية إلى مملكة الغائية هذه هي الفكرة اللي يزمك تفسرها ماذا نعني منهجين ماذا نعني يعني وضع الحكاية فسرها أنه بسطها كنك تفسر فيها الخوك الصغير احسبنا نقرأه عندك وقت يطالب التلميذ بفهم المعنى المناسب الذي يستدعيه هذا القول باختيار إحدى المعاني الممكنة أعطي أكثر ما يمكن خير أن الأخلاق تستند إلى إرادة التشريع الذاتي ما لم تنبع الأخلاق منه رأي ماش أخلاق إذا كان تفرض علينا من خارجنا رأي قلة تحيي إذا كان يكره الإنسان على الامتثال رأي طعم يا لا يستطع أخلاقي اثنين تؤسس الذات لنفسها أخلاقها وفقه آه مش الغريزة مش المصلحة الفردية العقل وتعمله على الالتزام بما قد تشرعه بعد ما تحط القانون تلتزم به خاطر أنت اخترته واخترته بطريقة عقلانية ولأنه يمثل أخلاق الناس الكل وانت المشرعة تولي تطلب الأخلاق من أجل الأخلاق الأخلاق غاية في حد ذاتها وليست لهدف تحقيق نتاج وليس من أجل أي غاية أخرى الأخلاق إذن ما كانت أخلاق ذاتية وذاتية نقصده عقلية رد بالك تغلط ذاتية نقصده عقلية وكونية لأن البشرية تلتقي فيما هو عقلي وأن هذه الأخلاق تصبح واحدة البشر يعملوا أخلاق عقلية تولي العالم الكل يتفق في الأخلاق أن تكون أخلاقا صالحة لكل البشر إذن ما معنى الكائن العقل يحظر روحه ديما باشي شرع المملكة الغايات يعني ذلك أن الإنسان يتجاوز عالم الضرورة نحو عالم الحرية وعالم الغائية اثنين أنه هو اللي يشرع وفط إرادته الذاتية ثلاثة أن الذات تشرع الأخلاقها وتلتزم بما شرعته أربعة الأخلاق غاية وليست وسيلة وخمسة الأخلاق ما كانت ذاتية أي عقلية وكونية وواحدة وصالحة للجميع أسلوبيا هنا قدامك ذلك النصر الجميل التمرين الخامس السعادة جزاء يحصل عليه أولئك الذين يبحث عنه يعني كل واحد يبحث عن السعادة يصل له تظنن تدريب جديد ما تعرضنا لهش قبل تظنن شكنا في الحكاية اعتارض هاو شو معناها تظنن اعتارض اعتارض تكذب تيجى ضد الحكاية وين يقول لك تظنن شك كذب حطم اعتارض قال لك الأشخاص اللي يلوجوا على السعادة يصلوله الأخرافة هذه كذبها ينجم تلوج على السعادة وما توصل لاش كي يتمس في السماء وتنجم تكون السعادة غير ممكنة رغم الناس كل يبحثوا عليه إذن تظنن تعلمها السياغة هذه شكك فيه اعتارض عليه يطالب التلميذ باستبعاد استبعاد التظنن هو الاستبعاد هذا القول والتشكيك فيه وفق إحدى الإمكانيات التالية السعادة الحقيقية لا يصل إليها إلا من يطالبها ويسعي إليها ويكفو تنجم تكون يوصل للسعادة مش إلا طالبها إلا رافضها السعيد هو من لا يطلب السعادة السعادة الحقيقية لا يصل إليها إلا من يطالبها ويسعي إليها ولا يكفو عن طالبها التسليم بمثل هذا القول قد ينتج عنه استقالة الجميع بدعوة انتظار السعادة وكأنه انت راقطة والسعادة جيك معنى جنة وفابريكاجي والمشوي هبطك في فمك والحور يلعب ويمسجولك هذه خيالات مش ممكنة في حياتنا في وقعنا حتى إن أمكن ذلك كمعتقد فذلك يظل من شأن الله وليس من شأننا كبشر في هذا العالم نحن في هذا العالم نحن ننتظر السعادة من وصل إلى السعادة دون أن يطلبها تصور واحد قالك يحصل على السعادة من وصل إلى السعادة دون أن يطلبها فإنه لا يمكن الاستمتاع بها تصور أنت يعطوك حاجة ما طلبت هيش تصور أنت ما طلبتش القراءة واحد جيب لك القراءة اشتعم به تصور أنت ماكش طالب مرأة واحد لوح لك مرأة وروح اشتعم به تصور أنت ما عاش تكش بفلوس وما يصلحوا لكش ومفدينك وعند الكدس فلوس في الدار واحد يزيدك اشتعم به تصور انت صحتك كلب غلو تضرب حيث تهده وزاحد زا واحد جايبلك 100 جرام صح انت لعشرة كيلو ما استعملتهمش اشتعم به الميت جرام زايدة معناه هل من لا يطلبه السعادة يمكنه الاستمتاع بها مش ممكن او الحفاظ عليها مش ممكن بل سرعانة ما يضيعوها كيما تعطي الواحد القرائه هو ما حاشتوش به الى واحد كيما تعطي واحد الصحة هو ما حاشتوش به يرقد نار كل صح تطيع كذلك من لا يطلب السعادة حين يحصل عليها فانه لا يثمنها السعادة الحقيقية لا يشعر بها الا من جرب الالم والتعاسى الناس اللي يحسوا بالسعادة شكون هما اللي عاشوا تعاسى او عاشوا متألمين كأن يشعر بالصحة من فقد الصحة لفترة ما ولا يشعر بالمال الا من عاش فقيرا ولا يشعر بالمعرفة الا من كان جاهلا لا تعرف الاشياء الا باضدادها فان يجرب الانسان الالم فذلك يمنحه فرصة الاستمتاع ما للسعادة ما نحصلش عليها كاكا وانما نعيشها كتجربة تظنن تظنن تشكك استبعد اعترض كذب يعني شد الفكرة دي وحطمها هنا شدين الناس اللي قالوا بيش تصير لهم السعادة وحطمناها الفكرة اسلوبين هنا قدامك الاسلوب شكرا بركة الله فيكم ربي نجحكم الناس الكل وان شاء الله يا ربي تحصلوا على افضل الاعداد وان شاء الله نكونوا ساهمنا في تحسين مستوى والتلميذ وتحقيق انتظاراته وإلى اللقاء